وصلت وزارة الداخلية حملتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 461 قضية تموينية بمضبوطات وصلت إلى 343 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 78 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 205 قضايا أو 205 أطنان وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 728 قضية من بينها 225 قضية خبز ناقص الوزن و207 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات